معانا الخرشوف هنعمله النهاردة بالزيت والتوم هنشوف نعمله مع بعض ازاي معانا كعب الخرشوف معانا التوم وزيت زيتون طبق حلو برضو ممكن نقدمه طبق السلطات زي ما احنا عايزين وصح مية في المية طاس على النار زي دي كده وعلى فكرة الخرشوف قيمته الغذائية عالية جدا الاطفال بيحبوه طعمه بيبقى طاري ولطيف زي البطاطس على فكرة تقدر تعمليه محش لحمة مفرومة مع جبنة مزارلة تقدر تعمليه السلطة تعمليه برضو ياخنى بالطماطم لحطة اللحمة بتستوع النار بالشكل ده كده الله ده كعب الخرشوف غير قلب الخرشوف قلب الخرشوف بيبقى وراك كده بيستخدم برضو سلطة خلي بالك كعب ده اللي بتعمل محشي مع لحمة مفرومة مع جبنة وبشامل وخش النار الفرن يعني اهه ده خرشوف بتقطع بالشكل ده كده ده على فكرة كيس مجمد من اي سوبر ماركت متخزن ومتجمد متجمد عادي يعني عشان ات اعتقد لو لقيت في السلطة ديوقات مش هتلاقي الخرشوف ده بالشكل ده كده بناخد فصل التون صغير ناخده على النار الشديدة دي خلي اللحمة هنا بسم الله الرحمن الرحيم تمام وناخد دي هنا مع بعض بتقلبة حلوة تفصل التون ده زيت زيتون وتوم ده صحي بنسبة تسعين في المية تقريبا توم وزيت زيتون اه مش هستخدم بصل فيها اه ناخد الخرشوف بتاعنا الحلو ده كده صلطة لطيفة وحلوة جميلة جهاز الهضم بيحبها الخرشوف حنين على المعدة ما بيخدش وقت كبير في الهضم خاصة بعد ما بيستوي كويس اه تومة بعد ما بيستوي الخرشوف ده كده ونحط له شوية كزبرة خضرة وعصرة لامون بعد ما يطلع من النار اللامون ما بيخشش النار عشان الفيتامين سي اللي موجود فيه فيتامين سي لما بنخليف النار بنفلك القيمة الغذائية بتاعته الله اه توابلنا هنا شوية ملح صغيرين بالشكل ده كده شوية كمون ونقلب خد طعم الخرشوف رشة فلفل اسويت حلوة مطبخك لطيف وجبيل وانت وقفة هوت ومش عايزك تستغربي الشي في المغازة بيطلع الطايم بتاع 40 ديئة 45 ديئة بيعمل كذا اكلة القصة كلها فيه شوية تحضير اللي هو الموزنبلاص اللي ممكن انت تعملوه معادي يعني الفصولة دي تتأمع من بالليل مثلا قاعدين حاوبت بتوسع حد يعملها من اللي بيبيعوا الخضار عادي ما فيش اي مشكلة تكسب الوقت عشان نبوي ايه واطحين مع بعض الخرشوف بتاعنا سلطة لطيفة وجميلة اهي طبق خرشوف كيمة الغذائية بتاعته عالية جدا من فوائده حبيب الكبد ينشط الكبد يغز الكبد يحمي الكبد ويخلصه من الدهون مفيد جدا للبشرة يعالج مشاكل الامساك حلو الجرنش بتاعنا زي ما احنا حابين معنا لمون معنا برطان اختياري زي ما انت عايزة ده طبق سلطة صوري ودلعي مش تخسري حاجة ما تقولش ده اكل صحي وخلاص ولا يقولك ده اكل عيانين يا عم لا بيش طعم او شو في الطعم او في البهارات وفي كل حاجة حلو احنا مش بنعمل الاكل اللي هو ممكن على الصفرة ما يتكلش ونقولك ده عام الرجيم قاسي وانا مالي وده انا عايز اكل لا تاكل الاكل زي ما الفل وهبر والخرشوف زي الفل برطانة حلوة زي كده في الموسم بتاعه طالعه بقال يا حلوة باخدها كده شفت الجرنش ده كده اهو في علاقة بين عصير الحامد ده اللمون ده او البرطان ده مع الخرشوف دايما انا بجرنش الاكل السلطات بالبرطان تبقى لطيفة القصة اهو شفت الجو ده كده اهو يفرق الطبق اهو معاكي ولادك بقى لما لوك بتعمل الحاجة الحلوة دي كده مش مكلفين هي كل القصة كيس خرشوف جبته من اي سوبر ماركت اهو زي الفل نخل البرطان ده كده عايزينو ده الجرنش بتاعنا اهو خضرة دي مطلوبة شفت ازاي يختلف الموضوع اود او من قلب التلاجة اهو هلف هانا وشيفا تعالوا نشوفوا مع بعض الفرن اخباروا ايه يسلم يدك يا مغزم اخبار النار ايه